عام بلا مرتبات عنوان حملة اطلقتها منظمة اطباء بلا حدود للفت الانتباه الى الوضع المتدهور الذي يعيشه القطاع الصحي في اليمن وصرحت المنظمة على صفحتها بالفيسبوك ان الوضع الصحي يمر باسوأ حالته داعية الى الضغط من اجل دفع رواتب الاطباء والصحيين من خلال التفاعل مع الحملة عبر هاشتاج عام بدون رواتب على صفحتين الفيسبوك وتويتر تقول اطباء بلا حدود ان التواقم الصحية تعمل على انقاذ حياة الناس دون ان تتلقى رواتبها منذ اثني عشر شهرا وهو ما ادى الى توقف اكثر من نصف المراكز الصحية عن العمل المنظمة الطبية الدولية اكدت ان العاملين في القطاع الصحي مستمرون في معالجة المرضى رغم انقطاع رواتبهم وطالبت بتسليمها اسوة ببقية موظفي الحكومة وترى المنظمة ان دفع اجور العاملين الصحيين سيعمل على الحفاظ على ما تبقى من الخدمات الطبية المتاحة فقدان الامان الوظيفي والسمرار الحرب دفع كثيرا من العاملين في القطاع الصحي الى البحث عن وسائل بديلة لتأمين مصدر رزق عائلاتهم بينما اضطر البعض حسب المنظمة الدولية الى اخذ اجرة مادية من المرضى كمقابل للرعاية الطبية التي من المفترض ان تتوفر بشكل مجاني كانت منظمات دولية قد حذرت اكثر من مرة من خطورة استمرار تدهور بنية الخدمات الطبية التي تعاني من مشاكل كثيرة وحرجة بسبب فقدان التأمين المالي للتواقم الصحية الحكومية بالاضافة الى الدمار الحاصل في المؤسسات الطبية نتيجة استمرار الحرب ترجمة نانسي قنقر